موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تحية لمشاهدين الكرام من المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي نصعد مكم الحالة الجوية القوية التي بدأت تؤثر على مناطق واسعة من المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج العربي نبدأ معكم صور الأقمار الاصطناعية لنهار هذا اليوم الاثنين هناك عواصف رعدية قوية بدأت تتشكل أو تشكلت في منطقة المدينة المنورة وحائل وحتى أجزاء الغربية من القصيم أيضا هناك غيوم ماطرة كثيفة في أجزاء واسعة من غرب منطقة الرياض هناك عواصف رعدية قوية أيضا في شمال دولة الكويت وأجزاء من المناطق التي تقع بين الشرق وسط البلاد كذلك صحب رعدية قوية عملت على تساقط البرد الكثيف في منطقة الجوف وسكاكا كذلك أجزاء من عرار هذه الغيوم الرعدية الكثيفة أو هذه العواصف الرعدية هي مقدمة للحالة الجوية التي بدأت تؤثر على المملكة العربية السعودية نهار هذا اليوم كانت مصحوب هذه الغيوم القوية بالرياح القوية والمثيرة للغبار الكثيف وانخفاض في مدى الرياض الفقية خاصة في الأجزاء الجنوبية من منطقة حائل وغرب القصيم كذلك هناك أمطار غزيرة تتساقط في غرب منطقة الرياض ويتوقع خلال الساعة القادمة أن تنتشر هذه الأمطار لكن بشكل أخف حدة نحو العاصمة الرياض وبعض أجزاء المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية وأيضا هناك غيوم رعدية كثيف في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية وتعمل تساقط الأمطار الغزيرة كذلك أجزاء من غرب اليمن هذه الحالة الجوية إن شاء الله سوف تشتد بشكل كبير غدا مع تقدم المنخفض الجوي القادم من شرق البحراء بالمتوسط إلى مناطق التي تقع بين القبرص وتركيا كذلك تزامنا مع تواجد منخفض جوي عميق بدأ يتشكل في أجزاء من جنوب غرب العراق هذا المنخفض الجوي سوف يتمركز غدا في الأجزاء الشرقية من العراق ويعمل على تشكل الغيوم الرعدية الأكثر ضخامة وكثافة في أجزاء واسعة من البلاد بمشيئة الله نبدأ معكم نصارد بعض التفاصيل للحالة الجوية غدا يوم الثلاثة هناك اجتداد قوي للحالة الجوية غدا في مناطق واسعة من البلاد تشمل الرياض القصيم منطقة مكة المكرمة جنوب غرب السعودية أجزاء من جنوب المدينة المنورة الشرقية هذه الأمطار الرعدية مصحوبة من نشاط قوي للرياح المثير للأتربة والغبار وانخفاض في مدى الرؤية الفقية بشكل كبير وحادة في مناطق واسعة من البلاد هناك رياح قوية هناك عواصف بردية وعواصف رعدية ماطرة بغزارة والأخص في منطقة مكة المكرمة نحن نتوقع ان شاء الله غدا يوم الثلاثة أن تتشكل عاصف رعدية قوية في منطقة مكة المكرمة تشمل المشاعر المقدسة وربما أجزاء من مدينة جدة وخاصة الواقعة شرقية هذه الأمطار ربما قد تكون غزيرة ومصحوبة بتساقط البرد الكتيف وتشكل السيول في مناطق واسعة من تلك الأجزاء ان شاء الله أيضا هناك أمطار رعدية غزيرة متوقعة على أجزاء من غرب الرياض تشمل العاصمة الرياض أيضا لاحقا من ساعات الليل الأمطار تكون هنا تقسم بالاستمرارية وربما يصحب معها الرعد في بعض الفترات أيضا هناك نشاط رياح قوي للرياح بمشيئة الله أيضا هناك أمطار رعدية غزيرة متوقعة في أجزاء من دولة الكويت وشرق الأراضي العراقية مع تزامن وتمركز المخفض الجوي العميق في الأجزاء الشرقية من الأراضي العراقية ومصحوب بجبهة هوائية باردة قوية متوقعة على تلك المناطق إن شاء الله نبدأ بنعكم أيضا بيوم الأربع بعد أخذ نعم الأمطار بدأت تنحسر نحو المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد لكن هذا لا يعني أن الحالة الجوية تراجعت بال يتوقع أن تشتد الحالة الجوية بشكل كبير في الأجزاء الوسطى من المملكة العربية السعودية يعود لسبب أن المخفض الجوي في شرق الأراضي العراقية سوف يتعمق بشدة وسيصحب أيضا بجبهة هوائية باردة هذه الجبهة هوائية الباردة سوف تتحرك ببطء طبعا هذا البطء يعني أن الغيوم الرعدية الكثيفة سوف تتمركز في مناطق وسط البلاد والرياض العاصمة والشرقية من المملكة العربية السعودية لكن الحالة الجوية تنحسر عن أجزاء واسعة من منطقة مكة المكرمة وتنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وهناك أيضا رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار في مناطق واسعة من حائل المدينة المنورة شمال القصيم كذلك الجوف وسكاكا أيضا هناك أمطار غزيرة في أجزاء واسعة من بلاد الشام نصحوبة بكتلة هوائية باردة قوية ورطبة تعمل عن انخفاض كبير بدرجات الحرارة أيضا الأمطار الرعدية تشتد في أجزاء واسعة من دولة الكويت الجبال الدمام البحرين أجزاء أيضا أخرى من قطر الأمطار يتوقع أن تصحب بالبرد الكتيف الرياح القوية المثير للأتربة والغبار تشمع أيضا العاصمة الرياض وخاصة في ساعة ليلة يوم الأربع على الخميس هذه الأمطار أيضا تستمر حتى ساعة صباح يوم الخميس على العاصمة الرياض وأجزاء من شرق المملكة العربية السعودية مصحوبة بنشاط قوي للرياح المثير للأترب والغبار وانخفاض في مدى رأيه الفقه هذه الحالة الجوية تستمر حتى نهار يوم الخميس ثم تتراجع بشكل ملموس وكبير على مختلف مناطق المملكة العربية السعودية عاد الأجزاء الجنوبية الغربية من البلاد مثل الباحة وبيشة وخميص مشات ونجران وأجزاء من غرب اليوم حتى تستمر الأمطار الغزيرة يوم الجمعة بمشاءة الله لكن حالة الجوية تنحسر تماما عن الرياض ويستقر الطقس وتنخفض درجات الحارة إن شاء الله يوم الجمعة هناك تنبيهات أيضا عن المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي من الاثنين إلى الخميس هناك أمطار غزيرة وسيول واردة في مناطق واسعة من البلاد تشمل الرياض الشرقية كذلك أجزاء واسعة من مكة المكرمة القصيم أيضا هناك عواصف رملية ورياح قوية في مناطق واسعة من البلاد بسبب هذه العواصف الرعدية القوية كذلك هناك اضطرابات حادة في أمواج البحر خاصة مع مرور العواصف الرعدية ربما ترتفع عمواج البحر أكثر من ثلاث أمطار ربما تنشط الرياح أيضا إلى أكثر من سبعين إلى تمانين كيلومتر بالساعة تزامنا مع العواصف الرعدية القوية التي تؤثر على المنطقة بمشيئة الله بالنهاية لا تنسوا متابعة موقع تقص عرب المزيد من تفاصيل حول هذه الحالة الجوية المتوقعة كذلك لا تنسوا تحميل تطبيق تقص العرب كان معكم المتنبئ الجوي حسن عبدالله في أمان الله اشتركوا في القناة